السلام عليكم عملنا أصناف كتيرة جدا من الكفتة أنواع مختلفة النهاردة هنعمل أكل التقليدي بتاع أهلينا الكفتة بالسلسة ممكن يكون بطريقة حديثة شوية أو بإضافة بهارات لكنه في الآخر طعمه طحفة حاجة كده تستهل إن احنا نعملها الكمية اللي احنا شايفينها صنية الكفتة دي بربع كيلو لحمة مفرومة يلا بنا نبدأ ونشوف الطريقة ونشوف المئذير وإن شاء الله تنول إعجاب الجميع واللي أول ما رأي دخل المطبخ هتكون سهل عليه يلا بسم الله عندي مقدار من اللحمة المفرومة حطيت عليه أربع معلق كبار من البقصمات النام وحزمة من البقدونس وعندي بصلة كبيرة أو بصلتين وسط مفرومين ومعصورين من ميتهم والبهارات ملح وفلفل أسود وبهارات لحمة هتديهم تقليبة كويس جدا وحاجنها بإيضايا لحد مبقى شكلها مفتل زي ما احنا شايفين دلوقتي قدامنا أهم حاجة توصل للمرحلة دي في العجل عشان تبقى سهلة وما تفكش مننا أثناء طبعا السوا هاخد قطعة منها وحبدأ أكورها في إيدي وحعملها على شكل صوبع أو شكل كورة على حسب طبعا الأزواء أنا عملتها المرة دي على شكل صوبع زي ما احنا شايفين خلاص خلصت الكمية يلا بنا نبدأ التحذير طاصة على البوتجاز هحط فيها مقدار معلقتين كبار من الزيت وأول الزيت ما يسخن حتى أنزل بصوابع الكفتة واحدة واحدة زي ما احنا شايفين حديها تحميرة خفيفة على النار في الطاصة الأول أخدت الصدمة أو التحميصة من اللون من الجنب بأبدأ اللي بها الجنب التاني لحد كلها ما توصل للمرحلة السوا دي وبخرجها في طبق جانبي وبقلل كمية الزيت كلها بخلي معلقة واحدة من الزيت وبضيف عليها معلقة تانية من السمن طبعا السمن هنا بتغير في طعم باقي الخطوة لإن حدق دلوقتي أحضر للسلسة أو سوس الطماطم أول السمنة ما اندمجت مع الزيت وسخنت حنزل بالبصلة كبيرة أو بصلة متوسطة على حسب الأزواء اللي بيحب البصل كتير في الأكل أو ما بنحبش على حسب طبعا زوق كل حد مقطع البصل مكعبات صغيرة ومعها أرنفلفل رومي أخضر مقطعه برضو مكعبات صغيرة ضفته وأول ما بدأ يدخل في لون إنه يدبل ويصفر ضفت عليه طماطمتين كبار بشراهم بما بشرط البصل عشان تبقى تخينة شوية وتبان في السوى وكمان ضفت عليها معلقتين كبار من معجون الطماطم أو السلفة وعنجي مقدار من المية السخنة ضفت تقريبا كبايتين مية كبار من المية السخنة بعد كده البهارات ملح وفلفل أسود وكمان عندي معلقة صغيرة من الطم البودر وقلب طم كويس جدا مع بعضه أول ما السوس يبدأ يغلي حنزل بسوابع الكفتة بتاعتي حرصها بالشكل ده وحسيبها لما تاخد وتدي مع السلسة وتشرب من طعم السلسة وكمان السوس يتقل يعني كل المية الزيادة اللي تحطت أو كل سائل موجود داخل السوس حيتبخر وحتبقى تقيلة وسميكة وتعامها طحفة زي ما احنا شايفين في الآخر خلاص استود وعد تقديم نقدر نقدمها جنب أي نوع رز إحنا حابينه رز أبيض رز بالشعرية رز حبة وحبة ونقدر كمان نقدمها جنب أي نوع مكرونة بجد حقيقي جميلة جدا ومشبعة وتكفي أسرة من ربع كيلو لحمة عملنا أحلى صنية كفتة بسوس الطماطم أو بالسلسة الحامرة جربوها وساحتين وهنا على قلبكم يا رب